ايه الاعراض اللي حضرتك بتسألني ازاي انا اعرف ان انا مريض شوريان تاكي اشهر عرض اشهر عرض بقى اللي هو بيظهر بقى في كل المسلسلات واحد ماسك صدره ودرعه ألم الصدر بس هل اي ألم في الصدر ساعة ما انا امتى بيجي تقول انا عندي ألم في الصدر ساعات انا ام جاي سامعك كده معليش ااسف وانا يعني مش منتبه قوي لكن فيه ألم ساعة ما بتقوله حتى لو عملت بعد كده رسم قلب او عملت رسم قلب بالمجهود او عملت موجات صوتية على القلب انتبه ايه الألم ده له مميزات الألم لازم يكون في منطقة القلب دي او في الحتة دي اللي هي احنا بنسميها بالفلاحي فم المعدة فم المعدة يعني شمال الصدر او فم المعدة ماشي ده مكان الألم المواصفات الألم يقول لك يقول لك انا حاسس بحاجة كتمة على صدر حد قاعد علي ضغطة عصرة حرقان بيسمع في كتف الشمال ويبعرق وعايزة رجع ده انت عارف حتى لو قال المواصفات دي وطلع رسم القلب كويس ورسم القلب مجهود كويس وكل حاجة بعملها كويس انا بعالجه عنه انه شر ينتاج ودي لها تفسيرات تاني وصف ألم قلب والقلب والقلم ده كمان لو قال لي ايه بقى لي يعضد من 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 القلم ده ان لو القلم ده بيجي له مع المجهود يقول لك اما اعمل مجهود بحس بالقلم يوقفني اقعد دقيقتين تلاتة ارتاح هو ده ألمنا اللي بيقلي لكن ييجي مريض يقول لي فيه ناغزة هنا ويشوار لي بصبع مشي اه ممكن ها هشوف بقى معاه عامل خطورة تاني عنده سكر عنده ضغط والحقيقة ساعات في بعض الناس ممكن ما يجيش بألم ان هما الناس كبار السن واللي عندهم سكر ممكن يجي بس يجي لك بقى ايه تبص تلاقي العيان هبط داخ حاسس برفرفة وقع منك خالص وما يحسش بألم طب هل هو الألم ده بس ألم الصدر هي بس من أعراض الشريان التانية لا فيه حاجات تانية ممكن برضو ان هو مثلا مع المجهود يجي له صعوبة في النفس ممكن يجي له سرعة في الضربات ممكن مع أقل مجهود بيتعب ممكن تجيله في وقت الراحة دكتور لو جاتله في وقت الراحة ممكن ممكن تجيله في وقت الراحة بس لو جاتله في وقت دي فهي مرحلة متأخرة لكن مش من الوارد ان هو يجيله في وقت الراحة من الاول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة